الخبر لولي عادنا عن محمى جواني وشنو صاروية الله العظيم حوايب من نزل المقطع الى الان وحنا ما قادرين ننام كوني قاعدين نتظر اي خبر عن محمى جواني ولكن لاسف ماكو اي خبر عن الموضوع ولنعرف ان محمى جواني حاليا بالسجن ويمكن بيسا ورا الموضوع قبل اسم يسيلون ليش بيسا يمكن ورا الموضوع فهو سبب لان هي سويت بيا نس الشي لما سفرت التركية وحجزتني 3 ايام على ذمة التحقيق اما بالنسبة الثاني سبب فهي من زمان اساسا تهدد محمى جواني انه بس يسافر الالمانيا راح تحبسه وراح تتخطيقها بالحبوس فاسمعوا هذا التسجيل هو على كلام الله كان يحكوا معي انا كان يقل لي انو راجع الى المانيا بهالاسبوعين هيك اخر مرحب اللي اللي ممكن محامي ومحامي شاطير مرشو طب انا عم بستنى بالالمانيا يرجع انا عم بستنى يرجع لا يتشرجر مثل الكلب بالمحاكم لك الانستجرام صال يقصي وقال طلبته السلط خافوا يستدلعوا موقع لك انا خلي فوت المانيا خلي فوت المانيا ليتجرجر مثل كبه عند خمس مئة قضية عندما شافيه كمية الحقد اللي بداخله يددام محمى جواني بتريد دخل للسجن حاليا ما راح اقول اي شي لحد ما يتأكد الخبر وبعدها راح احرق السوشال ميديا بيها ولكن حبيت بس اساكت الاشخاص اللي يقولون ليش تتهمون بيسان لانو بيسان اساسا هي تهدد من الزمان انو تريد تسوي هذا الشي هاي حبيباتي يعني انا كتير بكرة اطلع بهيك ستوري بس عنجاد في كمية ناس كتير بايخة وكتير مقرفة كذبة اول نسان ومقلب ومدرش وانو عنجاد ما عندكن احساس انو نحنا واهله شو حسين نحنا متلكم فقدين هيدا الشي انو ما عمنا نعرف نوصل لشي اللي ما بتقدروا ظروف الواحد انو بضلكم كومنتات مئزية وتدعو وقصص عنجاد في ناس عنجاد مئزية كلنا كلنا ما بنعرف شي لالي ما بقى تبعتو شي يعني احنا عم نتواصل اي شي بصير منقدر نعرفه رح نحنا نطلع ونقلكن انو حمد الله كل شي تمام بس حاليا نحنا ما فقدين الاتصال معه لجواني وما بنعرف شي بس وبرز انو بلا هيداو الكومنتات المئرفة وبعد ابرش دادة اللي هو صديق محمى جوان نزع له سبب الانستغرام وهذا الاستوري اللي كان كاتبه شو صار ما بعرف بس يجعيله اخي الغالي ما مقدر اتصل عليه ولا بيرد علي ونسي شي محمى العالتان نزع هذا المقطع على القناة باليوتيوب وهم شوية حاجة اللي بيت محمى جوان نحطو كامياب الوصف رح نشوف الموضوع مش رح نبيه الموضوع شوية فكن ما عليها حبايب مثل ما قلنا انو ندعيل انو ان شاء الله يكون بخير ان شاء الله ما يكون داخل بالسجن وان شاء الله بيستيطلع من السجن واشوف كمية الناس اللي يتحبوا اللي يقفوا ويا واتوقعي شرحي مبسط صراحة ما ادرش يقول على ذول اشخاص اللي يدخلون مشاكلهم بالقضاء والمحاكم عن اليوم ما ديت الشخص تنفضح عندك فضايح تروح تسجد ان الشخص اللي فضحك اللي هو اساسه ما يدخل بهذه الفضايح انت فضيحتك لك طبعا دي تابع حاليوم ما دي عرف شون اللي صار فمبرح نزع تكون مقطع وشرحت بالموضوع بالكامل شنو صار من يا حماجواني من دخل السجن او من الفيديو اللي نزله الى الان واصل لهم صناعة المقطع بس يا حباي بدعو لهم حماجواني شارك في زيو قدمك الخصص مع السلامة